شهدين معد مجز الأهم الأخبار معالميا التساعة صباحا بتوقيت القاهرة السادسة بتوقيت جريناتش مجز الأخبار من التلفزيون المصري أهلا بكم وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتشكيل لجنة برئاسة رئيس مجلس الوزراء تضم جميع الجهات المعنية والأثريين المختصين والمكاتب الاستشارية الهندسية لتقييم الموقف بشأن نقل المقابر بمنطقة السيدة نافيسة والإمام الشفعي وتحديد كيفية التعامل مع حالة الضرورة التي أفضت إلى مخطط التطوير على أن تقوم اللجنة بدراسة البدائل المتاحة والتواصل لرؤية متكاملة وتوصيات يتم الإعلان عنها للرأي العام قبل الأول مليوريو المقبل كما وجه الرئيس السيسي بإنشاء مقبرة الخالدين في موقع مناسب لتكون صرحا يضم رفاة عظماء ورموز مصر من ذوي الإسهامات البارزة في رفعة الوطن على أن تضمن أيضا متحفا للأعمال الفنية والأثرية الموجودة في المقابر الحالية ويتم نقلها من خلال المتخصصين والخبراء بحيث يشمل المتحف السيارة الذاتية لعظماء الوطن ومقتنيتهم ويكون هذا الصرح شاهدا متجددا على تقدير وتكريم مصر لأمنائها العظام وتراثها وتاريخها الممتدة على مر العصور والأجيالي وأيضا صرح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية بأن هذه التوجيهات تأتي انطلاقا من حرص مصر على تقدير رموزها التاريخية وتراثها العريق على النحو اللائق يترأس رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي ونظره العراقية محمد الشيعة السودانية اليوم اجتماعات الدورة الثانية لللجنة العليا المصرية العراقية المشتركة ومن المقرر أن يتم عقب اجتماعات اللجنة العليا التوقيع على عدد من وثائق التعاون بين مصر والعراق في عدة مجالات كما يُعقد اليوم منتدى رجال الأعمال المصري العراقية وكان مدبولي قد استقبل أمس بمطار القاهرة الدولية نظيره العراقي الذي يزور مصر حاليا على رأس وفد رسمي رفيع المستوى تنطلق اليوم ثالث جلسات المحور الاقتصادي ضمن فعاليات الحوار الوطني بمركز القاهرة الدولي للمؤتمرات بمدينة النصر وتناقش لجنة أولويات الاستثمارات العامة وسياسة ملكية الدولة على مدار جلستين متتاليتين أولويات الاستثمارات العامة وملكية وإدارة وأصول الدولة وتمويل الاستثمار العام بينما تناقش لجنة الزراع والأمن الغذائي بالتوازي ملف دور الدولة في توفير مستلزمة الانتاج والتسعير ودعم الزراعة والإتمان والديون يشارك فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزر الشريف غدا الأربعاء في جلسة نقاشية رفعة المستوى بمجلس الأمن حول أهمية قيم الأخوة الإنسانية في تعزيز واستدامة السلام وأوضح الأزهر في بيان له أنه من المقرر أن يلقي شيخ الأزهر كلمة يركز فيها على أهمية تعزيز قيم الأخوة الإنسانية والتسامح والاحترام المتبادل وأهمية ذلك في نشر السلام والسدامته كما سيصلط الإمام الأكبر الضوء على رسالة السلام أو الإسلام السامحة في تحقيق السلم والأمن الدوليين أكد الرئيس الأوكراني بلودمير زلنسكي أن كييف تمضي قدما في الهجوم المضاد الذي تعد له منذ أشهر ضد القوات الروسية وذلك رغم صعوبة القتال وقال زلنسكي في كلمة له أن بلاده استطاعت أن تستعيد سبع قرى من القوات الروسية من جانبها قالت هيئة الأركان العامة لقوات المسلحة الأوكرانية إن قواتها شاركت في أكثر من 20 معركة عنيفة في الساعة الأربع والعشرين ساعة الماضية على الجبهة الشرقية والجنوبية تعهد الرئيس الفرنسي إمانويل ماكرون بتكثيف إمداد أوكرانيا بالأسلحة لمساعدتها في الهجوم المضاد وقال ماكرون في مؤتمر صحفي عقب اجتماع مع الرئيس البولندي أندريا دودا والمستشار الألماني أولف شولتس في قمة ثلاثية في باريس إن الغرب فعل كل شيء لمساعدة أوكرانيا وسيستمر في تكثيف تسليم الذخيرة والأسلحة والمركبات المسلحة رياضيا أدى منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة البرتغالي فيتوريا مرناه الأول بمدينة مراكش المغربية استعدادا لمواجهة منتخب غانيا في غينيا في المباراة المقرر لها يوم 14 يوليو جاري في الجولة الخامسة بالتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية والتي تستضيفها كودي فار واكتفى لعب النادي الأهلي بأداء تدريبات بدنية واستشفاء عقب مشاركتهم في مباراة الوداد المغربي والتتويج بدور أبطال أفريقيا بينما خض باقي اللاعبين مرنهم بشكل طبعي تحت إشراف الجهاز الفني للمنتخب مشاهدين انتهى موجز التاسعة وعودة لاستكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر بعد الفاصل اشتركوا في القناة